احنا بقلنا ثلاث يام بنتكلم على حكاية وطن فعلا وطن كان يختنق بعد التفاف حبائل تنظيم إرهابي بفصائل المسلحة وفصائل أنصاره وفصائل جماعات منبثقة منه وفصائل لجماعات صاحب التوأمة فكرية معاه كل هذه الحبائل كان بتلتف حول هذا الوطن ولا أتمنى أبدا أن احنا ننسى وهنفتكر من أيام حبائل التفت لتطوق مجلس النواب المصري بأغلبية من الإرهابيين يجلسون تحت قبة البرلمان وحبائل تجعل هذه الجماعة تسيطر على قصر الحكم في مصر هو مش احنا يمكن مش كلنا بس الناس كتير مننا مش نزلت وانتخابتهم وكل الناس بعد كده نزلوا وأسقطوهم في تلاتين ستة هو احنا اللي قلنا واللى سي أن أن هي اللي قالت أكبر تجمع في تاريخ البشرية ده سي أن أن اللي قالت مش ولا قناة مصرية ده الأمريكان هم اللي قالوا كده أكبر تجمع في تاريخ البشرية هم اللي قالوا أن العدد يفوق على تلاتين مليون مصري وأن هذا مشهد لم يحدث من قبل ده الأمريكان اللي قالوا مش احنا دي حكاية هذا الوطن وبالمناسبة حكاية هذا الوطن مش من باب أنك تبقى خايف مش تصدير التخويف ولا الإرعاب ولا الترويع لأن هي تصدير العكس تماما هي تصدير للأمل احنا كنا فين من شوارع مليانة مظاهرات مسلحة وضرب نار على الناس في البلكونات وشرع القصر القاسف شرع رمسيس يشهد مدينة الإنتاج الإعلامي التي حوصرت تشهد ضرب محطات الكهرباء وأعمدة الضغط العالي تشهد العيال اللي تقتلت في الشوارع تشهد الله يرحمهم جميعا الولاد اللي اتحدفوا من فوق سطح العمارة الله يرحمهم جميعا يشهدوا في اسكندرية مظبوطة عمر وهكذا زبطنا جيش وشرطة اللي موجودين عند ربنا سبحانه وتعالى شهد أرواحهم تشهد الولاد اللي تيتموا يشهدوا الستات اللي ترملت الأمهات الثاكلة يشهدوا تاني انت عايز تقلقنا تخوفنا لا 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 تاني أنا دايما ضد مسألة تعالى خوفك لكن البلد اللي كانت بالشكل ده هي اللي بقى فيها أكتر من 250 ألف وحدة اسكان بديل للأسر اللي كانت عايشة تحت الأرض عايشة من الصفيح وورق الكرتون كان عايش فيها مصريين زي وزي حضرتك احنا مش أحسن منهم في حاجة بس الناس اتنقلت لبيوت عليها القيمة متشطبة تشطيب كويس ومفروشها فرش كويس وحواليها ملاعب ونوادي ومكتبات هو ده مش حقهم دي حكاية وطن المصانع اللي بتتفتح دي حكاية وطن قناة السويس اللي اتحفرت دي حكاية وطن مناطق الخدمات اللوجستية دي حكاية وطن المواني حكاية وطن المطارات اللي اشتغلت حكاية وطن السكة الحديد حكاية وطن الطرق والكباري حتى لو مش عجبة بعضهم بس هي حكاية وطن لأنه من غيرها لكنت هتتبني المصانع ولا هتقام المدن هي جزء من حكاية وطن المدن الجديدة اللي من الجيل الرابع جزء من حكاية وطن احنا كنا فين؟ فيروس سي اللي خلص حكاية وطن محطات التحلية ومحطات المعالجة ومحطات الكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح حكاية وطن احنا كنا فين؟ المصارحة والوضوح حكاية وطن من منا كان يتصور انه الرئيس هيصارحنا ويوضح لنا قطع الكهرباء اللي كان بيحصل خلال الشهرين اللي فاتوك وقالت ثلاث شهور يا سيدي كان سببه ايه؟ وبوضوح وبالتفصيل المصارحة والوضوح حكاية وطن الاهتمام بالغلبان حكاية وطن توجيه الرئيس للسيد وزير التموين بضرورة العمل على السيطرة على الاسواق والتجار والاسعار حكاية وطن المدارس اللي بتتفتح وتفتحت بالفعل ولسه تاني وتالت ورابع هي حكاية وطن الجامعات حكاية وطن 28 جامعة في مصر أصبحوا موجودين في كبريات التصنيفات الدولية للجامعات مكانش عندنا غير جامعة واحدة بالمناسبة لا مش جامعة واحدة في مصر جامعة واحدة بس اللي متصنفها والباقي كان خارج التصنيفات وكل سنة واحدة طيبين أصبح فيه عندنا 28 جامعة مصرية مصنفة داخل أرقى التصنيفات العالمية كيو أس تايمز الصين سراماجو أنا مش فاكر حتى التصنيف اللي فاضل إيه هو فيه خمس تصنيفات كبار دي حكاية وطن الأرقام اللي أنا بقولها لك آه 28 جامعة بالمناسبة يعني يا راجل ده أنت لسه فيه عندك القائمة بتاعت ستانفرد فيها أستاذ مصري أصبح في قائمة أفضل 100 عالم على مستوى العالم من جامعة مصر المعلومات ايه دي حكاية وطن العلماء والأسدزة اللي موجودين منتشرين في كبريات جامعات العالم بره بنتبهى بيهم حكاية وطن الكشفات الأثرية اللي الله أعلم كان زمان بيحصل فيها إيه أو ما كانتش بتحصل ليه حكاية وطن المتحف الكبير ده حكاية وطن المتحف الحضارة ده حكاية وطن اللي حصل في القصر حكاية وطن بلاش البحيرات اللي ما تلمستش تقريبا 110-115 سنة تقريبا ورجعت في أفضل مما كانت عليه يا رجل ده البوغيز اللي هي بتفتح البحيرة على البحر المفتوح عشان تجدد الميا كانت مسدودة أصلا مستويات الميا كانت وصلت لحد 60 سنطي السمك كاد يكون معدوما الصيادين ما كانوش عارفين يشتغلوا فمش عارفين يأكلوا لقمة عيش فلما اشتغلنا على البحيرات ونزلنا بعد كده ادينا للصيادين المراكب والشبك الجديد ومعدية صوت جديدة دي حكاية وطن ليه تمام بالغلبان حكاية وطن غالبان كان منسي بالميت كده 40 سنة طيب وتغيير حياة الناس في الريف المصري 60% من سكان البلد دي في الريف المصري يعني أهلين أولاد خلاتنا وأولاد عماتنا فعملش فيها برجوازي قوي كده وتقعد حطت رجل على رجل وعمل لي فندي هو احنا كلنا مما لا شك فيه بطبيعة الحال في بلدنا طبيعة النشأ الاقتصادية بتاعت هذه البلد هو احنا أصولنا كلنا جايين من الريف من المحافظات 60% ما كانش حد حاسس به ده اسمه حياة كريمة دي حكاية وطن انت خد بالك نازل الانتخابات عشان تكمل حكاية هذا الوطن كل اللي عد عد الوحش عد والإنجاز بنينبئ دينا وعندنا كمان فرصة نكمل ونكبر ونبقى أقوى وخليكوا فكريم اشتركوا في القناة